السلام و مرحبا بكم و ان شاء الله الناس تكونوا بخير و لا بس رجعت لكم اليوم في فيديو جديد و في روتين جديد اول حاجة ناختيني من وقت و وقت من صلو فعل حبيب مصطفى عليها افضل و صلاة والسلام كيفما تشوفوا روتين اليوم بشيكون روتين خفيف كيف العادة في الكوجينة بشي نظف الكوجينة بشي نقنصها كل شي و اليوم ان شاء الله بشي شارك معكم وصفة البروكلو بالياغورد الطبيعي كنت شاركتها معكم سابقا قلت عليش لا نعود نصورها معكم يعني بالتدقيق بالتفصيل بصراحة ديبنينا على الاخر و خاصة الناس اللي مثلا ما تحبش نقولوا نحنا في الصيف تحب حاجاتها كباردة تحب حاجاتها مختلفة كيفما قلتوكم طوى الدنيا سخنط و ديما الواحد ماذا بيه حاجة خفيفة يبعد شوية خاصة نحنا توينسا ديما ما مثلا مقرونة كوسكسي روز من عش نوا و واحد ديما يحاول يهرب هكا من الحاجات الرزينة ويجرب حاجات جديدة ما فيها بس بالنسبة للكرومب سامحوني البروكلو البيض مازال يعني حاليا موجود بنعالش في تونس الحقيقة موجود ولا يعني حاليا موجود يعني مازال موجود في الأسواق خذية كعبة كبيرة قلت نصمتها منشيرة ناخذ من هنا اللي يكتب يعني بش ان نطيبه في الفور يعني نخلطه بالبهارات نطيبه في الفور يعني مشوي في الفور وبش ان نصمتهم هما نعملهم بالياغورت حابوا عليه بالياغورت قلت عليش لا المهم اللي هنا كما تشوفوا مساحت الطاولة نظفتها ارخامة نضيفها لحقيقة ما فيهش حتى شي عندي تقريب صحن ورزوز محطوطي في اللفابو هذو كمزادة بعد ما نكنس نكمل نكنس ونقصرهم ونحطهم في بلاست مرجع من بلاستهم يعني ما عنديش قضية كبيرة لحقيقة متعربي نكنس الكوجينا عليش خاطر ايلين اخذت كلت فيها البسكوي فيه المغلف بجاوز الهند حصلوا الدنيا كلها والتتفش وزدت في الصباح فترة اسميت اسميت تعرفوه معبي ياسر بالجلجلين اه صدقوني اه الدنيا كلها والتجلجلين حصلوا الزربية كلها والتجلجلين المهم قلت خليني انو كنس نلم على الاقل تحت الطاولة دي كنو كنس الكريسي خاطر سبحان الله يتنطر فيهم الجلجلين المهم مش نكنس الكوجينا كيف ما قلتكم ان شاء الله بيتشارك معاكم البروكلو البروكلو بالياغورط الطبيعي اه صدقوني يجربوها الوصفة وبشتعجب مبارشة خاصة اللي الاغورط سوس بتاعوها كي يبدأ بالثوم الناس اللي تحبها كحاجة محرحرة وحاجة بالثوم الل اللي يعشقوا تنجموا رحوا تجربوه بطريقة هذية وعلى فكرة الطريقة اللي باش نخلط بها الياغورط هي نفسها تنجموا بها البن التركي تخلطوا بالبن يعني تحلوا مكتكة التولات يعني اللي حب البن مثلا على الطريقة التركية تجيبوا الياغورط الطبيعي وتركضوه بالبنه وتزيدو له ما بيرد وتزيدو له شوية هكا رشة ملح ونقولوا نحن بشي يجي يعاطي هكا على الملوحة يجينا كيما البن العادي يعني التونسي اما هم على هنا كي ما تعرفوا اللي يجي لتركيا ويعرف وشرب الايران اللي هو العيران يعني اللبن العيران كيم يسموه في الدول العربية دول المشرق يعني نقولون نحنا بريسك نفس الثقافة المطبخية راهم كيما سوريا تركيا العراق حصلوا تقريبا نفس حتى حتى مصر حتى مصر تتسمى تابعتهم لهنا خطر هي في الشرق مصر زادة تقريبا عندها نفس الحاجات يعني كيما الروز لبيض كيما الديمية يطيبوك الحاجات البيضة نقولون نحنا المهم طبعوا الفيديو للاخر ان شاء الله وبشتعجبكم الوصفة هذية متاع البروكلو كيف ما بطلكم ان شاء الله في الايام جاي نحاول هكا كل مرة هكا نهبط معكم حاجة سمحوني الله غالب ساعات هكا نطول الغيبة شوي خاصة للمتابعات متاعي نحاول اني نهبط فيديو ساعات نبدأ هكا مشغولة ولا حاجة كيما تعرفوا مش كيما واحد يبدأ ما عنده ما يعمل كيما واحد ستكوني صحيح مانيش نخدم في الدار اما كمام يبدأ عندك عبد مريض في الدار تنسى كل شيء ساعة هكا نتفكر نهبط فيديو ساعة ننسى كل مرة وكيفاش حاصلو ان شاء الله ربي يقدر الخير وربي يشفي كل مريض وربي يرحم اللي مات والنسي لكل وان شاء الله ربي خاصة للاخوات فما عندي بارش متابعات حاصلو وصحباتي ما عندهمش الصغار انشاء الله ربي ينوب عليهم بالذرية الصالحة اللي تحب على الولايد انشاء الله ربي يعطيها ولا يتحب على ابنية ان شاء الله رب يعطيها ابنية المهم الصورة الكاملة والمهم الذرية الصالحة هذيك الفايدة يعني كي يجيك مثلا نقوله نحن يجيك البابي لبس عليه يعني الصورة كاملة صحت ولبس وانتي تقوم لبس هذيك الفايدرة مش مهم يكون طفل ولا طفلة اه ازوز كيف كيف لكلهم خلقة ربي وربي كي يكتب لك حاجة به مع الطفل ولا مع طفلة بش تشوفها بالطبيعة اه ما تقولش مثلا انها لازمني نجيب طفل ولا والله يحبوا على طفل ولا نجيب ابنات ولا هكذا التخريف هذيك الكلة اذيك بالنسبة لي هذيك نعتبرها متخلف لحقيقة خاصة اللي مثلا ان امرأة تبدأ تجيب ابنات ويقولوا لها وخلفتك وكلها ابنات ولا تجيب ابنات اه ويبدو حاطين عليها هكا ونقولوا نحن يبدو خايبين معاها والتعامل متاعهم يبدو خايب معاها اه زعمة زعمة خطرها تجيب ابنات راو مش منها هي واخذها قاعدة هذية قاعدة مسلمة راهو البنات ولا الولاد راهو النسبة المئاوية للغالبة راهي من الراجل ما هيش المرأة المرأة راهو صدقوني المرأة هي حمالة في الناس لكي ما نقولوا المرأة هي هزا حمل وكهو يعني كصحيح يعني فلذة الكابد متاعها اما كمام راهو الراجل هو اللي كيف سنقولوا نحن النسبة المئاوية الكبيرة يعني يكون طفلة ولا طفلة راهو يتحملها الراجل المرأة ما عندهش حتى دخل في الحكاية هذية ديما يحطوا الدرك على الامرأة وديما يتهموا الامرأة وديما هو انتي مثلا طال على المك مثلا ولا أمك تجيب البنات انت تجيب البنات وإلا هاي أمك تجيب الولاد انت تجيب الولاد ما عندهش حتى علاقة بالامرأة. الا الغالة علاقة بالراجل يعني الاحكاية راهي عندها علاقة بالراجل ما عندهش علاقة بالبنات. اه يعني بالمرة وحاجة اخرى اا ربي وش نuğو كاتب للبشرة ذيك نجيم يكون العائلة هذيك اللي خلفتها بنات يعني يجيبوا بنات الكل من worldan من تيجيك وليد. عادي مفهمش حتى مشكل. عندي سيلفي هنا صدقوني. عندي سيلفيوسكم بحذية. الخلفة متاعوا لكلهم بنات. جاب اربعة بنات عرسوا وجابوا صغار. بنتو الكبيرة جابت زوز بنات. وبعد تقريبا خمسة ولاستة سنين نبع لها ربي جابت وليد. الطفلة الاخرى جابت وليد بدراها وليد ومن بعد جابت بنية. الطفلة الاخرى معرسة جابت زوز بنات. ومن بعد البنات هذوكم تقريبا بعد خمسة ولاستة سنين اخرين نبع لها ربي جابت وليد اخيرا. الطفلة الرابعة عرست وكنت شاركت معاكم العرس متاعها ووريتكم العرس متاعها ولت عمناه في الصيف وقتها في جويليا. عرست وجابت بنية. يعني الحكاية هذية مهيش مربوطة بالبو ولا اه وباباهم جاب يعني نقولوا نحنا جاب ابنات خلفتوا كلهم ابنات. ورب يعطيهم ولاد يعني عادي. الخطر الحكاية مربوطة بالراجل. عندي سيلفي اخر. عندي زوز سلافي لمحالة. زوز سلافي خلفتها جابتا اوليت. يعني لم يجلبوش لبنية جملة. معندهم lyingoni جملتي. افان سالفي اللي جايب Hut يسكن في انطاليا. عنده ولده الكبير عرس وعنده زوز بنت. ما يجربش لبنية. Shields ولده الاخير يسكن ليهنا باحذياء معرسو ليسكن لهنا باحذياء عنده الابنية. وعند ولده الاخير معرس ويسكن باحذياء هو لبنية. والده صغيرها ومزالي يعني بشي عرص سنان ان شاء الله ما نعرفوش عليه شنو بشي يجيب يعني الحكاية مهيش مربوطة بالامرأة صدقوني مهيش مربوطة بالامرأة وفي الاخر هو مكتوب ربي راهو شنو ربي بشي كاتب لك وشنو يصور لك في الارحم متاعك يعني الفايدة في الصورة الكاملة وصحة لبدن متاعك تقوم انتي لباس والبيبي متاعك لباس هذيك الفايدة راهو يعطيك ابنية ولا ولايد لكلها من عند ربي كله جاي بقسمه كما نقوله نحنا كما نعرفها الكلمة ذي من الدولة عندك باراتنا يقول لك الصغير جاي جاي بقسمه هذيك جاي وجاي بقسمه معاه كان وبنية ولا ولاي المهم كيف ما شفتوه هنا اه شاركت معاكم كيف ما شفتوه غسلت البروكلو هذيك حطيت الماء يسخن يعني الماء هذيك خليته يغلي حطيت فيه شوية ملح وقارس وصمت فيه البروكلو هذيك وبالطبيعة بالفرشيطة تعرفوه اللي هو طعب يعني تجربوه بالفرشيطة تعرفوه اللي هو طعب وله هناك ما شفتو خلطت الاغرط اه خلطتو هكا شوية الصوارب اللي هو طعب للبروكلو قلت نصفيه من الماء يقبل ونخليه يبرد شوية باش نصب عليه ما بارد ويش يبرد خطر يتاكل بارد هو لازم يتاكل بارد باش نصفيه كيف ما شفتوه من الماء ونصب عليه ما بارد نخليه يبرد ونكمل نخلط الياغورت باش نحط له أثمه بتاعو ونحط له هكا رشة ملح ما نكسرش الملح خطر البروكلو كسمته وحطيت فيه القارس وحطيت فيه الملح يعني باش نقلوا حسابنا ما يجيش البروكلو بتاعنا ملح ولا يجي اليا� يجب أن يجي كل شيء ايديال كما نقول ونحن يجي كل شيء معدل المهم اللي هناك ما تشوفه مبرد فكل البروكلو هذاك نخليه يبرد في عقل العقل وصبي تعليل المال بارد خليه إذا يستقدر ويبرد في عقله ولهنا بش نكمل نحط الثوم كيف ما قلتوكم نحط الثوم في الياغورت اللي هنا يجيد بش نحط الثوم في الياغورت الياغورت بطبيعة حركته بالبيه بش تنحى من وقت تكاتلات هذيك والبروكلو هذيك بش يبرد خليه يبردهم بعد نقسم ونحطه في الريسبيون هذيك يعني في الاطباق هذيك اللي هنا بش نزيد شوية ملح كما نشوفه رشة صغيرة ما نكثرش خطر ملحت البروكلو هو يتسمط ملحته نخلط بالبيه يكثوم هذيك والياغورت والملح وبطبيعة نجيبك البروكلو هذيك بش نحطه في وسط الطباق هذيك ونحطه منه الياغورت اللي هنا هذي البروكلو متاعي كما شفته خليته ولين برد وبش نجيبته وسكينه ونقصه كل البروكلو هذيك كما شفته طيبته يعني نقوله نحنا وردات كبار يعني كنت النجم نقصه خطر كان قصيته اجود من هكه يذوب لي يعني يكله يذوب وليترية على الاخر يعني معاش نلقيه اصلا يذوب في الماء كيف ما شفته قصيته وردات كبار وسمطه بش ننجم نقصه وبعد نتحكم فيه كما شفته لحاله ما زال فيه شوية فار ما هوش سخون سخون كيف ما نشوفه نقصه وبش بش نحط له الياغورت متاعه وبالطبيعة بش نحضر له قصص متاعه اللي هي عبارة على زبدة وفلفل مهاروش نقصه كل البروكلو هذيك نقصه طريفات صغيرين يعني ما خليه مش كبار خليش وتتحبوه وردات كبار خليه يعني معامل فمش حتى مشكل فمش حتى فارق الكلو بشي تاكل كلو نعم تربي المهم منه مش فيش نحط الكونتيتيك كاملة في الطبق هذيك بش نخلي منها كونتيتيك كما قلت لكم بش نحطها يعني نطيبها في الفور يعني نفوحها ونطيبها في الفور ل هنا حطيترهم جيس بشي تغدوهما تصوروا انتم زر جيل ما شاء الله تصوروا انتم الياغورت هذيك كي يفضل في الطبق ينقعوا به الخبز يعني عندهم عادي مستنسين خاطر هذي البروكلو كيف ما شفتو قصيتو حطيه في الطبق وبش نحط عليه الياغورت كيف ما شفتو خلطوك الياغورت هذيك بثوم والملح مليح والهناي بش نفرقوا فوق البروكلو هذيك بالنسبة ليكم انتم رووا على فكرة تنجموا رووا في البروكلو تنجموا تعاوضوا بالبنجين تنجموا ت تقلوه يعني في الزيت وتحطوا عليه الياغورت نفس السوس هذي كمتاع الياغورت ويجيبنين على اخر كيف ما قلتوكم راهوا اطباق صيفية تنجموا حتى تحطوه في طبق مرافق طبق رئيسي يعني تنجموا تعاوضوه بالسلاطة يعني تحطوه في بعض الاسلاطة نقولو نحن تنجموا حتى الليل بتنجين تشوه وتحطوه بنفس الطريقة بالياغورت وتعملوا له السوس الحامر هذيك بالفلفل المهاروش والزبدة زداء يعاوض لكم الاسلاطة كيف ما قلتو لكم اللي يحب يبدل بطبيعة اللي ميحبش يعني حاجة يعني حاجة يعني نقولو نحن حاجة اه كلاسيك يعني مستنسيين بها يحبي يبدل ينجم يجربها لطريقة هذيها ونس خاصة اللي تحب تاكل صحي تنجموا الطبق هذي يتجربوه بقدر تربي بش يعجبكم برشا اللي هنا اه حاطيت الزبدة في المقلة الصغيرة هذيك بش ندوبها ونحط عليها الفلفل المهاروش اه نخليه لاني يغليك الفلفل هذيك نقولو نحن يكشفش خرج الكشفش همتاعو بش يسيب اللون المتاعو هذيك المزيين وبش نصبوه فوق الياغورت هذيك ويكون الطبق متاعنا اكمل يعني اه كيف ما شفته ساهل ما ياخدش برشا وقت ياخد شوية وقت بركة في الصمطانة متاع البروكلو على فكرة اروا تنجموا تستعملوا البروكلو تعاوضوا بالكرومب وكيف ما قلت انظرالمون عالو هنا بشكل وقت المخuc Mental السببت كيف ما ا客ي شوفوه وبالطبع عشر بطبيعة حيث نضحن لها الفلفل المهاروش المإنه ويتجلع خلاله لكيف يحق نضيحفيها بالكشف الدهنا make sure الفلفل المهاروش المزيين ذكي التعويب لكين كلها بنسبب كلها النارة العادية النصبب يسيب ضبق مشاكر الشاش ويسيب السميين لك في حصل لاستث hunted nothinب school كاذج من الفلamientos الحر سيب هلا ط Line 2 زبدة. وبعد ما سيب اللون متاعه مليح 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 نطفي عليه الغاز وباش نحطو فوق landmarks. تلاحظوا بدا يسيب فكل اللون متاعه. بقي ناطفي عليه. مخليش الفلفل اللين يتحاركوا يغماق اللون متاعه. لازم ان يحافظوا على اللون متاعه. وفي نفس الوقت الطعم تيتبدلها. وهي تقبله برشا في وسط الزبدة. الطعم متاعه وتبدل ويولي يسيب obsessive HAMmerata. وهنا بعد ما طابدك السوس هذيكه كما تشوفو. اللي تشوفوا. bandeش نحط شوفوا ما شاء الله حتى اللون متاع ويبدأ هكا مزيين. وعلى فكرة عندهم الهناه كما اصبق وشاركت معاكم هنجيل يسموه. اللي هي العجينة تبدأ محشية بالحم المفروم ولا تبدأ محشية بالبطاطا. زدة يعملو لها نفس الطريقة يوصنطوها في الماء كيما المقرونة كيما الرافيولي. ويعملو لها السوس متاع الياغورت والسوس هذي الحمرة متاع الزبدة. وإلا المانتي اللي يحب مثلا طريقة يقول لي خليلي في التعليق. نشاركها معاكم بقدرة ربي في القريب. بطبيعة للي يحب بط باعة. اه ولي يحب حاجة اخرى مثلا رسات اخرى يكتب لي في التعليق. ان شاء الله بقدر تربي. نحاولو شارك معاكم اي وصفة اه تطلبوها. وهذا هي الغدام حاضر كيفما تشوفوا. ما شاء الله. اه ما نحكي لكم مش عريحة متاع وفايحة ما نحكي لكم مش. هذي كان فيديو متاع اليوم. هذي كان روتين اليوم. ان شاء الله يربي الفيديو عجبكم واستفدتم منه. نتقابله ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديدة وفي امان الله.